السادس والعشرون من سبتمبر يوم الثورة الخالدة في وجدان اليمنيين مهما تعظمت الحوادث وتوالت المؤامرات فلا تزال قلوب اليمنيين في أرجاء هذا الوطن تنبض بحب الجمهورية التي كتبت نهاية حقبة الإمامة البغيضة التي أمعنت في إذلال اليمنيين وجعلتهم يكابدون مرارة العيش وبؤس الواقع لقرون عدة مثل الثورة السادس والعشرين من سبتمبر بداية الانعتاق والتحرر من حكم السلالة وممروث الخرافة والدجل ووضع ذلك اليوم حدا لحكم طبقي عنصري جثم على صدر الوطن قرابة ألف عام عاد سبتمبر لليمني اعتباره وهويته التي كانت مستلبة باسم أسرة كهنوتية فاسدة استباحت حقوق وأموال اليمنيين ورزح الشعب في عهدها تحت وطأة الفقر والجهل والمرض وفي كل يوم تترسخ القناعة لدى اليمنيين بضرورة السير في طريق الثورة والحفاظ على مشاريعها والمضي في مواجهة مشاريع الانقلاب والاستبداد بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها وأحياء لذلك اليوم العظيم شهدت العديد من المحافظات اليمنية إقاد شعلة ثورة سبتمبر المجيدة احتفاء بالذكرى الثامنة والخمسين لإزاحة كابوس الإمامة وتجلت مظاهر الاحتفاء من خلال رفع الأعلام الوطنية وإيقاد الشعلة في الميادين العامة وانتشار الشعارات والصور والوسوم التي تمجد ذكرى الثورة وهو ما يعكس حضور هذه المناسبة في وجدان أبناء الشعب يجدد اليمنيون اليوم عهدهم بمواصلة السير في طريق الثورة والحفاظ على منجزاتها حتى تحقيق كافة أهدافها المتمثلة بمواجهة ميليشيا الانقلاب وهي ذات الهداف التي ينشدها الثور والأحرار على امتداد الوطن موسيقى